مصر هي مصر هتفضل مصر أم الدنيا وهتفضل مصر هي أم العرب والعروبة وهتفضل مصر هي المدافع الأول والأهم والأكبر لأجل المصالح العربية وهتفضل مصر دايما هي اللي بتتصدى لكل أنواع المشكلات اللي ممكن تكون بتواجه المنطقة وتفضل فلسطين على الأقل إلى حين ما يتم الحل هي قضيتنا المركزية الصراع العربي السوني في المنطقة هو القضية المركزية لمصر وبطبيعة الحال للعرب ومصر أبدا في تاريخها لم تتدخر وسعا إلا أنها تجد الحلول أيا كانت أشكالها لأجل الوطن والشعب الفلسطيني تشوف النهاردة استقبال فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في قصر الاتحادية للرئيس الفلسطيني السيد محمود عباس أبو ماز طيب هتسألني هو اللقاء بيتناول إيه؟ أقولك بمنطقة البساطة أولا بالتأكيد يتناول التباحث بشأن آخر مستجدات القضية الفلسطينية وبالتأكيد فخامة الرئيس يرحب بأخيه رئيس محمود عباس منور القاهر ويؤكد سيادته استمرار مصر في تقديم كل الدعم الممكن للقضية الفلسطينية طيب بما يضمن إيه؟ بما يضمن تحقيق تطلعات المشروعة للشعب الفلسطيني وفق الثوابت القائمة على مبدأ حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967 1967 والعاصمة الأدس الشرقية وشدت فخامة الرئيس على أهمية تكاتف كل الجهود خلال المرحلة اللي احنا فيها من أجل دعم الموقف الفلسطيني والحفاظ على التهدئة خصوصا في قطاع غزة من ناحيته الرئيس الفلسطيني محمود عباس أعرب عن تقديره لجهود مصر الحديثة ومساعيها المقدرة في دعم القضية الفلسطينية وأشاد بالدور المصري التاريخي في هذا الصدد واللي بيتميز به من ثبات خد بالك بقى هنا ثبات الثبات المصري هو ثبات على الموقف وثبات في الجهد بهدف التوصل لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية تاني هي دي مصر وده الطبيعي وده المتوقع طول الوقت إلى أن يكون الحل وبعد أن نجد الحل ويستقر الحل ثق دائما أن مصر هتفضل راعية لفلسطين وراعية لكل العرب ترجمة نانسي قنقر